خلال جولته بمحافظة كفر الشيخ تفقد دكتور عسام فايد وزير زراعة والتصلاح الأراضي يرافقه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ أعمال تعميق وتطغير قاع بحيرة البرولوس لزيادة عمق المياه بها وأعلن وزير الزراعة عن خطة طموحة لتنمية وتطوير البحيرات الشمالية لتعظيم الناتج القوم منها وزيادة العائد من الإنتاج السماكي قاعدة البرولوس محتاجة شغل كثير جدا كل المعدات وكل الإمكانيات اللي محتاجها هذه البحيرة زي بقية بحيرات مصر إحنا بنوفرها وإن شاء الله في مشروع قومي بيتم أعداده للبحيرات بصفة عامة في مصر وبحيرة البرولوس بصفة خاصة والهدف الأساسي والرئيسي هو زيادة الإنتاج السماكي إن إحنا نرعى أولادنا وإخواتنا الصيادين لأن هذه الحرفة والمهنة بتاعتهم إن إحنا نقلل ونقضي على الهجرة الغير شرعية واللي من أهم المناطق اللي بتطلع منها هي المنطقة اللي احنا نقل فينا عليها هنا دي كما شملت زيارة تفقد مشروع للإنتاج الداجين البياض والتابع للجمعية المشتركة بالإصلاح الزراعي بكفر الشيخ وهو أحد مشروعات الأمن الغذائي والتي تنفذها جمعيات الإصلاح الزراعي حيث ينتج المشروع من 15 مليون إلى 20 مليون بيضة سنويا وأكد محافظ كفر الشيخ على أهمية التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الزراعة في سبيل تحسين دخل المزارعين والسيادين وتذليل العقبات أمامهم معالي جاي معنا هنا النهاردة وإحنا مع السيادة النهاردة علشان نقف على هذه المشاكل الموجودة مشاكل عديدة كلنا بنجابها كلنا بنحط لها حلول كل الحلول اللي عرضناها على السيادة النهاردة إن شاء الله له بصمة قوية وكبيرة وتوجهات على الأرض إن شاء الله هيتم حلها تأتي هذه الزيارة قبيل افتتاح السيد الرئيس لبحيرة البورولوس بعد تطويرها وفي إطار اهتمام الدولة أيضا بتكثيف الانتاج السمكي ليصل إلى مليوني طن سنويا من بحيرة البورولوس بكفر الشيخ لكم تحيات محدثكم عيد حواش التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر